أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لصعود حافظه الله اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس جمهورية تركيا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وعبر خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته الصادقة لفخامته بالتوفيق ولتركيا وشعبها بدوام التقدم والازدهار بدوره عبر فخامة رئيس التركي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة ومشاعره الأخوية النبيلة تجاه تركيا وشعبها كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس رجبطي بردوغان رئيس جمهورية تركيا بمناسبة عادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ولشعب جمهورية تركيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار وأشد يد الله بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة وبعد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة ذكر استقلال بلاده وعرب الملك المفدى باسمه واسمه شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيق اضطراد التقدم والازدهار بعد صاحب السموه الملكية لمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزر الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا بمناسبة عادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة وعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمنفور الصحة والسعادة لفخامته والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية تركيا وشعبها الشقيق وعبعت صاحب السموه الملكية لمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزر الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس اسماعيل عمر جيل رئيس جمهورية جبوتي بمناسبة ذكر استقلال بلاده